هذه الحجة مريم ما إن رأت الكاميرا حتى بدأت بالحديث معنا لماذا لا يتم إغاثتنا علامة استفهام تضعها أمام الجهات المعنية لعلها تصل إليهم كانوا يضربوننا الأمرياء ونعلم تقيل ما نحن مشينا أزهين والله أنه كانوا يضربوننا أنهم سمرا ساسعوا والله وربك إلا أخلقنا وغلقنا أوضع مأساوية يعيشها النازحون بكريش هربوا من آلة القتل ليجدوا أنفسهم بين أحضان التشرد والحرمان وبرودة الجو الأمراض والتي ضيقت عليهم سبل العيش نعاني من البرد وأزمات متفاق من المواد الغذائية والعلاقات هناك منتشر أمراض بمختلف أنواع وبائية وفي الأطفال لا يوجد علاقة متوفرة أيضا لا يوجد عناية في بعض المناطق والمجتشفيات مثل المديرية كريش منظمة الهجرة الدولية بتعون مع جمعية الأمل للعمل التطوعي والتنمية الشبابية بلاحق استادفت 130 أسر كمرحلة أولى من مواد إغاثية إيوائية علها تخفف من معاناتهم نحن قمنا بتقديم مواد إيوائية كشكل أولي مواد إيوائية وعبارة عن فرشان وبطانيات وكذلك مواد نسائية ومواد مطبخية مكتملة وعبارة عن خزان سعة 500 لتر رغم اختلاف ظروفهم إلا أن الهموم والمعاناة وحدها فلا فرق بين النازح والسكان الأصليين لهذه القرى شالي أنا سامن سامن لمعي مطبخ ولمعي حمام ولمعي فرشان ولمعي كنابل ولمعي غذر البني ولمعي التمار مستحكم هذه النازحين 130 أسر من النازحين هربوا من مناطقهم بسبب قصف ماليشية الحث وصالح بيوتهم ليجدوا أنفسهم يعيشون في أماكن في حقيقة الأمر هي لا تصلح للعيش مختار شعتا لقناة بلقيس من منطقة محصوص بيكاريش محافظة لحق